المنظمة التي لا تخيب ها هي اليوم واهنة أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية لم يتخيل الصهينة وهم يحاصرون القطاع ويخنقون المقاومة أن يجري العكس يوما ما فتحاصر المقاومة الاحتلال داخل ملاجئه وتشل منشآته المدنية والعسكرية القبة الحديدية التي صورها الاحتلال على أنها لا تخطئ أهدافها فشلت على ما يبدو باعتراض عشرات الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه الأراضي المحتلة والمنظومة هي وسيلة دفاعية ضد الصواريخ قريبة المدى وقذائف الهاون دخلت عام 2011 للخدمة بعد أن طورتها شركة رافائيل بتكلفة 50 مليون دولار للمنصة الواحدة و 62 ألف دولار للصاروخ الواحد المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صواريخ كان أضخمها على تل أبيب ب130 صاروخا دفعة واحدة نجحت غالبيتها في الوصول إلى أهدافها وتسببت بخسائر بشرية ومادية للاحتلال لم تكن تل أبيب أبعد نقطة لصواريخ المقاومة بل وصلت إلى تخوم حيفا وشلت مطار بنغوريون حتى استعرضت كتائب القسام صاروخ عياش الذي يبلغ مداه أكثر من 250 كيلومتر قصفت به مطار رامون جنوب الأراضي المحتلة كما وصلت صواريخ المقاومة إلى منشآت أخرى أبرزها ميناء أزدود وأحد المخازن الاستراتيجية للنفط في عسقلان في ظل عجز القبة الحديدية الواضح عن اعتراضها خبراء عسكريون أكدوا أن هناك عدة عوامل ساهمت بفشل القبة أبرزها الزخم العددي للصواريخ التي تطلقها المقاومة ما جعلها عمياء وعشوائية وبالنتيجة بلا قيمة